ما تيجي نرمي القنبلة دي في الأول أنا عندي معلومة وحددك صحة حالي إنه أي حد فينا النهاردة لو متورش مهاراته بعد خمس سنين ممكن يخسر شغل ده هاي ده حقيقي في أي تخصص يعني لو أنا موظف في الحكومة وضامن أن أنا مش يعرفه يمشوني هخسر شغلي؟ وارد مش كده؟ ده هاي ليه؟ هو أنت حك لو بصيتي فيه طبعا موقع شهير جدا اسمه Business Insider عمل تقرير لسه نازل من فترة قسيرة أكتر تلاتين وظيفة هتبقى مطلوبة في العالم في العشر سنين اللي جاية يعني أنا هبقى لو ما اتطورتش هبقى مش مطلوب دي حقيق يعني حك لو بصيتي مفهاش داكاترة مفهاش مهندسين مفهاش محامين ليه؟ هو مش معنى كده أن هم مش هنبقى محتاجينهم للأبد لكن في العشر سنين اللي جايين اللي موجود دلوقتي يكفي وزيادة أول وظيفة طلعت مطلوبة إيه؟ Web Site Developers اللي هم أكشة اللي بيعملوا تطوير للمواقع وبالتالي لازم نفكر بشكل منطقي يعني هقول حتى مثلا الجزء الطبي اللي مطلوب دلوقتي إيه؟ التمريد بشكل عنيف جدا وحك لو بسيطي هتلاقي فيه إقبال شديد جدا حتى في مصر على كل التمريد فكرة الطبيب خلاص بقى الفكرة دي فكرة صعبة جدا وفترة اللي جاي عندنا فائد كبير جدا من الناس اللي اتخرجوا فدي أحد النقاط الأساسية قبل مطور مهاراتي لازم أشوف الاتجاه اللي أنا همشي فيه كويس المطلوب اللي هو فكرة أنه حكتي بحطة أهداف لنفسك يعني هقول بس قصة صغيرة على الموضوع ده أحد الملياردارات الأمريكيين واحد اسمه وورين بافت عند شركة كبيرة اسمها بيرتشاة موجودة في كل العالم الراجل ده كان داخل ودير سالح إيه لو عزين يوصلها للشباب كان داخل الطيارة بتاعته الخاصة فلاقى الطيار الخاص بتاعه شمو مايك فلينت ومايك فلينت اسمه مشهور لأنه هو كان طيار لتنين من رؤساء الأمريكان قبل ما يستقيل ويشتغل مع وورين بافت فورين بافت بيسأله بيقوله انت بقى لك كم سنة بتشتغل معايا يا مايك قال له عشر سنين قال له انت فاشل فالكلمة دايقته جدا قال له ليه حاجة بتقول لي انت فاشل قال له عشان انت لو كنت راجل ناجح ما تشتغلش عند حد عشر سنين كان مفروض يبقى عندك الشغل الخاص بتاعك وقال له قاعدة حلوة جدا ياريت الشباب يفكروا فيها ويدخلوا حتى يقروا تفاصيلها قال له بص يا ابني انا هقول لك قاعدة من ثلاث خطوات اسمها قاعدة الخمسة خمسة وعشرين اول حاجة امسك ورق قلم ويكتب اهم خمسة وعشرين هدف في حياتك الحاجة التانية اشطب او الخطوة التانية اشطب اتنين من الخمسة سوري خمسة من الخمسة وعشرين سوري عشرين من الخمسة وعشرين الخطوة التالتة علم على الخمسة البقية قال له بقية قال له الخمس اهداف دول هم اللي هيجيبوه لك كل حاجة انت عايزها فسموها قاعدة الخمسة خمسة وعشرين الشباب للأسف احيانا هم مش عارفوا عايز ايه فبيعمل ايه حد يقوله طب ما تدخل مجال الاكل ندخل مجالك طب ما تروح تشتغل في الحاجة الفلانية